اكد سمو المقدم الركن بحرية الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة ان العلاقات البحرينية الاماراتية المتجذرة ترتكز على مقاومات تاريخية ووشائج القربة وتحظى على الدوام برعاية واهتمام دائم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الاعلى للقوات المسلحة واخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة القائد الاعلى للقوات المسلحة حفظهما الله ورعاهما ونوه سموه باهمية مواصلة تطوير اوجه العمل والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة والدفع بها نحو فضاءات اوسع في كافة المجالات لا سيما الدفاعية والعسكرية بما يحقق الاهداف والتطلعات المنشودة جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله اليوم الى قاعدة ابو ظبي البحرية حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله سعادة اللواء الركن بحري طيار الشيخ السعيد بن حمدان بن محمد الانهيان قائد القوات البحرية الاماراتية وعدد من كبار ضباط القوات البحرية الاماراتية حيث تأتي هذه الزيارة في اطار التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في المجال العسكري متمثلة في سلاح البحرية الملكي البحريني والقوات البحرية الاماراتية هذا وقد قدم الى سموه اجاز عن نشأة وتطور القوات البحرية الاماراتية وقدراتها وامكانياتها ومستوى جاهزيتها في ضوء ما تطلع به من مهام وواجبات وطنية كما قام سموه بجولة في القاعدة البحرية اطلع خلالها على مختلف انواع السفن البحرية وأحدث المنظومات المتطورة كما التقى بعدد من قادة السفن وطواقمها وأشار سمو المقدم الركن بحري الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة الى مستوى الجاهزية للقوات البحرية الاماراتية واسهاماتها في تعزيز امن وسلامة الملاحة في المنطقة بالتعاون مع القوات المسلحة في الدول الشقيقة والصديقة ايمانا باهمية تضافر الجهود المشتركة في الدفع بعجلة التنمية في المنطقة معربا عن شكره وتقديره لقائد القوات البحرية الاماراتي ومنتسبي قاعدة ابو ظبي البحرية على حفاوة الاستقبال متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد